اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن هذه المرة مع حلقة جديدة من هذا البرنامج العظيم فاعلم تلك الكلمة العظيم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدون العلم لا قيمة للإنسان ومن العلم أن نتعرف على رسولنا صلى الله عليه وسلم ولذلك فحلقتنا هذه المرة عن أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم عن خلق جديد وهو إطعام الجائعين إطعام الجائعين كان النبي عليه الصلاة والسلام كريما وكان حريصا على أن يتفقد أحوال الجائعين والمحتاجين فكان عليه الصلاة والسلام قدوة في ذلك لعلنا نتعلم منه إن شاء الله لا شك أن الجوع من أشد الأشياء على الإنسان يعني يجعله ربما لا يبصر وربما لا يتزن ويفكر تفكيرا سليما إذا طال به الجوع كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعرضون لمثل هذه الأشياء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج هذا الأمر علاجا دقيقا على قلة إمكانيات الدولة الإسلامية يروي الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في مسنده والحديث إسناده صحيح على شرط البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أبو هريرة والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع كنت أعتمد بكبدي أو لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع يعني يتقلب ويضغط على بطنه لكي تضيق المعدة فلا يشعر بألم الجوع والله هذا الكلام يقوله أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة عالم الأمة راوية الأحاديث يقول والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع كل هذا وهو العالم الجليل محدث الأمة كل هذا مع هذا القدر العظيم والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان يكتفي بما يعني يقوت به نفسه لمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفوته درس ولا يفوته حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع برضو نفس الفكرة يربط حزاما ويضع تحت الحزام حجرا يضغط على البطن فتضيق المعدة فلا يشعر بألم الجوع أو يخفف من ألمه فالجوع حاصل يقول ولقد قاعدت يوما على طرقهم يعني يوم اشتد به الجوع جدا فجلس على طرق إخوانه وأصحابه هو لم يجلس على الطريق يتسول يعني حاشة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك لم يجلس يتسول وإنما جلس من الجوع الشديد الذي ضغط عليه لعل أحدا يعزمه يقول له تعالى افطر عندي تعالى تغدى عندي فقط لكنه لم يسأل الناس شيئا يقول ولقد قاعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه يعني الطريق اللي بيخرجوا من المسجد ذاهبين إلى بيتهم فكان يمر بهذه الطرق لعل أحدا يقول له تعالى تغدى عندنا أو تعش عندنا يقول فمر أبو بكر طيب أبو بكر رجل كريم معروف يقول فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله يبقى إذا سأل عن إيه لم يسأل عن طعام ولم يخبر بأنه جائع ولم يعرف أحدا بما فيه وإنما يقول فسألته عن آية في كتاب الله عز وجل ما سألته إلا ليستتبعني يعني أنا ما سألتهش عشان أنا جاهل بالمسألة لعله يقول لي تعالى تغدى عندنا تعالى تعش عندنا وهذه بين المسلمين لا حرج فيها الحرج في سؤال الناس إنما هو سأل في مسألة علمية يقول فلم يفعل أبو بكر يعني لم يقل له تعالى ولا تغدى ولا تعش إن كان أجابه على المسألة وخلاص وعدها أبو هريرة ولم يفصح عما في نفسه يقول فمر بعد ذلك عمر رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله سألته أيضا عمر يعني أبو هريرة سأل عمر عن آية في كتاب الله يقول وما أريد المسألة وما أريد أن أعرف الآية أنا أعرف كل شيء في هذه الأمور ولكن أنا أريد أن يستتبعا يعني يقول لي اتبعني وتعالى ورايا أو تعالى معايا اتغدسوا فيقول فما سألته في مسألة دينية إلا ليقول لي تعالى اتغد فلم يفعل هذا عمر أيضا يقول فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أبو القاسم؟ أبو القاسم الحبيب رسولنا عليه الصلاة والسلام أظن يعني وأنتم تسمعونني الآن تهيأت نفسكم أنها لن تمر وكما نقول مش هتعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أعطاه من الفهم والذكاء والحكمة والعلم ما لم يعطي أحدا من الناس يقول فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهه مباشرة من غير ما يسأل في آية ولا في حديث يقول فعرف ما في وجهه سبحان الله دي يعني فراسة ربنا أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام طيب عمل النبي مع أبي هريرة أبو هريرة بحدث يقول فعرف ما في وجهه وما في نفسي قرأ الموضوع في وجهه والذي فيه فقال أبا هر برضو بيدلله وهذا نوع من اللطف والتلطف في معاملة الأصحاب فقال أبا هر هو أبو هريرة والهريرة هي القط الصغيرة تصغير الهرة والهر هو ذكر القط فقال له أبا هر أبا هر فقلت له لبيك يا رسول الله نعم فقال عليه الصلاة والسلام الحق يعني تعال تعال معي الحق إذن وصل أبو هريرة لما يريد الحق تعال وراي يقول فذهبت واستأذنت فأذن لي أدخل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته فوقف أبو هريرة حتى دخل أدخل يا رسول الله يقول فاستأذنت فأذن لي تتعلم الإذن حتى لو كنت مع صاحبك خليه خش بيته الأول يشوف أحوال بيته يشوف أهله هو أدرى ببيته وانت انتظر وبعدين يقول لك تعال يا شيخ تعال يا فلان تعال يا أستاذ خش ادخل قال له على مهل كده أدخل كأنك بتديله فرصة وتتأكد أنت أنك هتدخل لا تقع عينك على شيء أو تكون ذكت لسة بتتحرك أو شيء من هذا يقول واستأذنت فأذن لي فوجدت لبنا في قدح لمح أبو هريرة قدح يعني إناء فيه لبن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته برضو النبي نفسه شاف أن القدح ده يعني أول مرة يشوفه في البيت اللبن يعني أول مرة في نفس الوقت يعني كان خارج من بيته وما كانش اللبن دموه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين لكم هذا اللبن الرسول بيسأل ليه عشان يأدي رسالته إيه رسالته في المسألة دي رسالته إنه لا يأكل الصدقة وإنما يأكل من الهدية فبيسأل إذا كان واحد جايبه صدقة على الفقراء يلا يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله على النبي أن يأكل الصدقة وقال بيته فقال من أين لكم هذا اللبن طبعا هم لما بيجاوبوا بيجاوبوا عشان عارفين هو بيسأل ليه فبيجاوبوا نفس السؤال اللي سأله فقالوا أهداه لنا فلان أو ابن فلان أهداه لنا فلان أو آل فلان وذكروا كلمة الهدية عشان يحسموا المسألة لأن الرسول بيسأل عشان كده أهداه لنا فلان أو آل فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر أبو هرير متوقع في كل ده أنه يقول له خد اشرب كل ده توقع أبو هرير هتشوفوا من الحديد يقول فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبا هر يعني يا أبا هر قل تلبيك يا رسول الله أبو هرير الجوع قلاص أطع كبده ومستني بقى الرسول يقول له خد اشرب اللبن فقال لي أبا هر فقلت لبيك يا رسول الله فقال اذهب إلى أهل الصفة في المسجد انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم لي من أهل الصفة هو بيقول برضه أبو هرير بيشرح لنا فقلت لبيك رسول الله فقال إذاب إلى أهل الصفة فادعوهم لي يقول وأهل الصفة أضياف الإسلام ناس أسلموا تركوا دورهم تركوا أهليهم ففقراء فكان لا مأوى لهم ولا مال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مأواهم المسجد فكان يسكنهم ويبيتون في آخر المسجد وكان كلما جاءت زكاة أو صدقة فهم فقراء فكان يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلوا ده أبو هرير بيشرح يقول وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ولا إلى مال يعني لا لهم أهل موجودين يبيت عندهم ولا لهم مال فمن فقراء المسلمين البيت اللي يسعهم بيت الله عز وجل والذي يكفلهم سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلهم مكان في آخر المسجد يبيتون فيه ويقيمون فيه فيقول إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أو هدية أعطاهم منها وإذا كانت هدية أصاب الرسول منها يعني برضو أكل من الهدية وأعطاهم منها ليأكلوا لأنهم جياع يقول فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فجئت بهم فأحزنني ذلك يعني أنا لسه أستنى على من نديتي تشرب كمان ده أنا خلاص يقول فأحزنني ذلك إحنا بشر إحنا بشر ماهوش ملك يعني الملك لا بيأكل ولا بيشر يقول فأحزنني ذلك وكنت أرجو أن أصيب من اللبن كنت ناوي كالنفسي آكل وأشرب قبل أن يأتي هؤلاء الناس فربما شربوا اللبن وأتوا عليه كله أنا أهل الصفة كثيرون وده خدح من لبن فأبو هريرة نفسه يروي نفسه بالإيه وجوعه وضمأه بهذا اللبن أو بعض هذا اللبن يقول فأحزنني ذلك وكنت أرجو أن أصيب من اللبن قبل أن يأتي هؤلاء أتقوى بها بقية يومي يعني كنت ناوي أشرب شربا أتقوى بها بقية يومي إلى الليل شربت لبن في يوم وليلة شربت لبن في يوم وليلة الله يسامحنا عن اللي إحنا بنأكله واللي بنشرابه واللي بنرميه يقول فقلت أنا الرسول إليكم يعني أنا اللي جاي لكم مرسل إليكم وهم هيجوا فطبعا معنى أنني اللي أجيبهم إبقى الرسول هيقول لهم الشرب ويقول لي خذي أبو هريرة سقيهم أبو هريرة عمال إيه يتوقع الأحداث وشايف أن الأحداث كلها مش لصالحه أول حاجة قال له رحنا ديهم الثاني هو المرسل إليهم هو المرسول اللي راح أبو هريرة هو المرسول لهم فطبعا مدام جابهم وجه فالرسول هيقول له خذ القدح وسقي الناس وساق القوم آخرهم شربا فهو عمالي ترجم المعاني دي شايف أن المسألة كلها مشية مش لصالحه يقول فقلت أعطيهم فما يبقى لي من هذا اللبن إيه اللي هيفضل لي فحزنت أحزنني ذلك ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد يعني إحنا مهما هنجوع يبقى نطيع الله والرسول أهو أبو هريرة عمالي يحسب هاي جوع قد إيه ومع الجوع ده قال ليس لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد يعني ما فيش مفر من طاعة الله ورسوله أروح أجيبهم واسئيهم لو قال لي سئيهم وربنا معايا ولم يكن من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بد نفهم يا جماعة إن إحنا لو هنجوع لو هنعطش أهم شيء ربنا يرضى أهم شيء ربنا يرضى يكون المطعم من حلال المشرب من حلال الفلوس حلال اللبس حلال حياتنا تكون حلال ويرضى الله ربنا لو هنجوع لا احنا كثير منا إلا من سلمه الله وعافى يأكل من حرام ويشرب من حرام ويقول لك هعمل ليه أصرف على العيال فيقول فانطلقت فدعوتهم كل ده أفكار كانت بتمر في ذهنه وبعدين في النهاية راح ما فيش من طاعة الرسول من بد فذهب يقول فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا شايفين أهل الإسلام كلهم عارفين النظام عارفين النظام حتى الفقير حتى الغني حتى الجائع عارف النظام أقبلوا وعشان يدخلوا فاستأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل السلام عليكم ندخل فأذينا لهم فأخذوا مجالسهم من البيت بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ربما كان الحوش اللي أمام غرفة أم المؤمنين أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول فأخذوا مجالسه من البيت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر المطلوب المراضي أناولني القدح فأخذته فأعطي الرجل فيأخذ القدح فيشرب حتى يروى أبو هرير عمالي راقب هيشربوا إيه ويفضل إيه إحنا بشر الصحابة بشر بعض الناس يقول لك وإحنا هنبزي الصحابة هم بشرة يصيبهم الجوع والمرض والحاجة يقول فيشرب الرجل حتى يروى ثم يرد القدح شكرا فأعطيه للذي بعده فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح حتى أتيت على آخرهم لغاية آخر واحد ولسه في لبن في القدح بركت بركت القناعة بركت مشاركة إخوانك في مصائبهم وفي حاجاتهم بركت عدم الأنانية بركت تفقد أحوال الفقراء وإطعمهم فالطعام واللبن سقى هؤلاء القوم وبقي في الإناء لبن قال أبو هريرة ثم دفعت الإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح ووضعه في يده وبقي فيه فضله طب الفضله ديت ما هي دوب على قد النبي عليه الصلاة والسلام فضله يعني شوية فضله ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إلي وتبسم ليه تبسم لأنه عارف إيه اللي بيحصل لبو هريرة ما هو أريم الأول من ساعة ما ما شافه برة فطبعا اللبن عما يمر على الناس وبو هريرة كل داء الرسول قرأه عليه الصلاة والسلام فتبسم وقال يا أبا هر قلت لبيك رسول الله إيه المطلوب تاني قال بقيت أنا وأنت مفضلش يا بو هريرة إلا أنا وإنت فقلت صدقت يا رسول الله فعلا فيشا لن وإنت مشربناش فقال عليه الصلاة والسلام فاقعد فاشرب هو كان قاصد أن يسقي النبي بالمرة لكن النبي رحمه قال فاقعد فاشرب يقول فشربت حتى أرويت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي اشرب فاشرب كل ما يقول لي اشرب اشرب يقول حتى قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق يعني والله لا اجد له فيا مسلكا ما فيش مكان عندي يسع انني اشرب تاني يقول فقال عليه الصلاة والسلام ناولني القدح خيط فاعطاه القدح يقول فشرب من الفضلة يعني ابو هريرة ارتاوى كمان وشبع على جوع وبقيت فضلة شربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه رأيكم في الحياة الجميلة دي احنا عايشين حياة مع كثرة الفلوس وكثرة الاكل وكثرة الشرب مع قلة الشكر وقلة الرضا وقلة القناعة وكثرة الانانية وقلة حب الغير والسعي لمصلحة الغير حب لأخيك كما تحب لنفسك عندنا الأمراض دي كلها ويا ليتنا شبعنا ويا ليتنا شعرنا بسعادة الدنيا اسعد شيء انك انت تشعر انك اكلت جرانك اكلت اخوانك اكلت الفقير ساعتها بتشعر بالعزة ولو كنت جائع بتشعر بالشبع ربنا اشبعك بايه اشبعك بالقناعة اشبعك بالسعادة التي ملأت جوانحك وجوانبك فشعرت انك لست في حاجة ليه سررت ان اخوانك قد شربوا واكلوا هل المعاني دي هنستطيع ان احنا نطبقها في بيوتنا وفي جيراننا وفي شوارعنا وفي حينا وفي بلدنا عشان البلد كده تنهض وتتحرك ومن يفضلش عادين كل شوية كل واحد عايز ينهش من التاني وينهش من البلد وينهش من هنا وينهش من هنا مش هينفعك هتخرج في النهاية بايه بلفة لفة هتتلفة عليك وسبت ده كله للناس يتنزه فيه وفي الآخر لم تكسب إلا ما قدمت من حسنة إذن النبي صلى الله عليه وسلم حل مشكلة الجائعين يحافظ على هؤلاء الجائعين يتفقد أحوالهم اللبن في بيته لكن لازم يستدعي الفقراء ويستدعي أهل الحاجة ورجل من طلبة العلم عنده اللي هو أبو هريرة كان لابد من رعايته حتى رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما به فاستدعه إلى بيته وحدث معه ما سمعتم اللهم صلى على رسولنا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه في مثل آخر من الأمثلة العظيمة أيضا والمثل ده بيحرقنا إحنا بيحسسنا أن إحنا ولا حاجة هنشوف دلوقتي المثل ده حصل في أيام حفر الخندق في حفر الخندق كان ليه بيحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق هو أصحابه بيحفره عشان الأحزاب ما هي غزوة الأحزاب هي غزوة الخندق بيحفر الخندق عشان يبقى عامل زي البحر حوالين المدينة ما يعرفش الخيل والجمال اللي جاي تهجم على المدينة ما تعرفش تعبر إلى أهل المدينة فيتوقف هجمهم عند هذا الخندق لكن الخندق أكيد كل اللي بيسمعوني أكيد زاروا المدينة أو معظمهم زاروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا في المدينة شايفين مكان فيها يعني أي واحد فينا شاف حفر هناك كلها حجارة وجبال وصخور والصحابة بقى ما كانش معهم الماكينات ولا معهم البلدوزر ولا معهم الدقاء اللي بيدق ولا البلدوزر اللي بيشيل ما كانش معهم ده كل كلهم الفس والمأطف بيحفروا في الصخور بحر بيحفروا حوالين المدينة مع قلة الإمكانيات وقلة الأكل الناس دي بتحفر ازاي لم يقوها إلا الله عز وجل لأنهم يفعلون من أجله ويصنعون من أجله فاستقووا به سبحانه وحده لكن بشريتهم موجودة هم مش ملايكة البشرية موجودة جاعوا وهم بيشتغلوا جاعوا الحديث ده في البخاري ومسلم وغيرهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه كان من ضمن الناس اللي بتحفر في الخدق شاف النبي عليه الصلاة والسلام مشارك للناس في الحفر يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مشارك للناس في حفر الخندق ومشارك لهم في الهم والألم والجوع حتى جاع النبي صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا فأخذ حجرا وربطه تحت الحزام على بطنه وبدأ الجوع ظاهر على وجهه شغل مع جوع لازم يبان على الوجه جابر بن عبد الله لما شاف المنظر تأثر جابر فحب يعمل واجب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع بعض أصحابه على قدر إمكانيات جابر ففكر إيه اللي عندي في البيت حاجة أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس معه اللي هو يعني الجوع أرصهم جامد فذهب جابر يقول لما حفر الخندق فأثناء حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا الخمص اللي هو اللي هو الجوع والله تعالى ذكر ذلك تقول خمص ومخمصة قال سبحانه وتعالى كما جاء بأول سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح وما أكل السبع إلا ما ذكيت مؤموزوحة على النصب قال بعدها فمن اضطر في مخمصة اضطر للأكل بسبب جوع في مخمصة يعني في جوع فجابر بن عبد الله رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم جوعا فقال ذهب إلى أهل بيته ويقول فانكفأت إلى امرأتي يعني رجعت البيت رجع يتكف بسرعة إلى أهل بيته عايزين يشوف حل للمشكلة دي فقلت هل عندك شيء طب ما انت عارف إيه اللي عندك وبتسأل مرتك ليه عشان هي تساعد في معاك في حل هذه المشكلة هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا أنا شفت على الرسول جوع شديد وطبعا هو بدأ لها بالرسول صلى الله عليه وسلم عشان تيه يستخرج ما عندها مين يسمع أن الرسول يجع عنوي وحتى تيب باللؤمة في بؤه ويسيبها فقلت لها هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير جراب كيس شانطة أماش فيه صاع من شعير الصاع ده أربح فينا زيدول أربح فينا زيدول اسمهم صاع ده كل اللي عندي جابر طب ده يعني لو دول قدام نحن الشعير طبعا بيطحنوه وبيعملوه دقيق ويخبغ منه العيش لو عندنا احنا دول يعني الاربح فينا دول واحد فينا جاعان مش هيكفوه طقا واحد ليه لأن احنا ربنا يسمح يقول يقول صغير معزة يعني يدبط النفر واحد معزة صغيرة من المعزة اللي تبقى مولودة وفي البي يقول ولنا بهايمة داج فذبحته يبقى دا كل اللي عنده صاع من شعير والبهايمة الصغيرة دي اللي هي تصغير البهمة اللي هي المعزة الصغيرة يقول فذبحتها هو ذبح ليه الشاء الصغيرة دي وطحنت زوجتي الشعير زوجته طحنت الشعير عملته دقيق كانوا بيكلوا الشعير يعملوا عيش احنا بنكل النهار دا عيش درة عندنا لازم ولازم ولازم يقول وطحنت الشعير ففرغت الى فراغي يعني هي طحنت وفضيت وانا دبحت الشاء الصغيرة وفضيت احنا الاتنين فضينا طيب لما فضيوا الاتنين يقول قطعت انا الشاء اللي هي البهايمة دي قطعتها في برمتها يعني اطعها اربع وحطها في البرمة اللي هي القدر وايه ويعني بيجهز لانه يطبخ يقول فقالت لي اذا ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفضحني برسول الله واصحابه يعني بتقول له ما تحرقنيش بانك بانك تجيب الرسول صلى الله وسلم وتجيب الناس كلها جيب الرسول صلى الله ونفر ونفر معه على قد الاكل اللي عندنا فبتقول له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني ما تروحش تعلن الكلام على الملأ وخليها الرسول صلى الله عليه وسلم مع مجموعة حوالي على قدر ما عندنا منطعم فبتقول له ما تحرقنيش ادي معنى لا تفضحني برسول الله واصحابه يعني ما تحرقنيش وطبعا ست البيت لما كن جاي ضيوف ومش لقي أكل بتبقى يعني في ربع هدومها زي ما بنقول ومحرجة جدا وعايزة تطبخ اي حاجة تخشت المطبخ تطلع حسها بالحرج تقول يقول الجابر فجئته اي جئته الى النبي صلى الله عليه وسلم وبينفذ وسيط ايه زوجته الاتفاق اللي اتفقوا عليه فساررته ساررته يعني كلمته في السر بحس ما حد ش يسمع قال له ايه في السر قلت يا رسول الله ذبحنا بهايمة لنا وطحنا صاعا من شعير بيعرفوا الايه الكمي عشان برضو ايه يرعي الظروف احنا دلوقتي لو بنيجي نعزم واحد بنقول له معاك حد عشان نعمل حساب اللي معاه طب معاك كم نفر لازم نقول كده بننبه عشان برضو ايه لا نحرجه ولا نحرج نفسنا فيقول قلت يا رسول الله ذبحنا بهايمة وطحنا صاعا من شعير فتعالا انت ونفر معك النفر دي بتطلق على الكام من واحد الى عشرة من واحد الى عشرة تعالا انت ايه ونفر معك اللي جاي ده مهم بقى خلي بالنا وبعدين المفروض بقى انا بقول لو احنا لمكان النبي عليه الصلاة والسلام وجالنا خبر زي كده بنعمل ايه عايزين نخلونا صرحة شوي عشان نصلح بنعمل ايه واحد جاي عزمني وبيقول لي تعالا ومعك مجموعة خمسة ستة سابعة تمانية فهنعمل ايه هلاقي انسي بجنبي اخده علي جزبنتك جزبنتك تعالى يا علي بينه وبينك تعالى يا طلحة واحد من اصحاب الناس القريبين منه تعالى يا عبدالله ابن عباس تعالى يا عباس تعالى الارايب احنا بنبدأ دايما بالايه بدول فالنبي عليه الصلاة والسلام يقدر يفرق بين اصحابه ده ما احنا بنعمل وبينفرق بين المسلمين بعضهم وبعض وبنعمل المسلمين درجات وده فرزة اولى وده فرزة تانية النبي عليه الصلاة والسلام مسؤول عن امة وبيعرفنا ان احنا مسؤولين عن من حولنا على الاقل ما ينفعش يتبات شابعان وغير الجائع وجار الجائع فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع واحدة كذا قام على الخندق وهتف نادى وقال يا اهل الخندق يا اهل الخندق ان جابر قد صنع طعاما سؤرا او سورا ان جابر قد صنع سورا يعني طعاما فحيا هلا بهلكم يعني يا مرحب بما جئكم كلكم ده الناس جعان طب عددهم كان كام هنقول عددهم بعد شوي بس كان كبير جدا كبير اكتر من حكاية الخمسة ستة عشرة تعالوا يا جماعة جابر صنع طعام طيب الرسول اللي بيقول طبعا خرج الصحابة رضوان الله عليهم تلبية لنداء النبي فحيا هلا بهلكم يعني يا مرحبا بهل يعني هلالكم علينا او انكم تهلوا علينا يا مرحب تعالوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر جابر روح لزوجتك بس لا تنزلن برمتكم القدر اللي بيغلي دلوقتي على النار سيبوا يغلي ما تنزلوش لو استوى وقال له ولا تخبزن عجينكم استانوا لغيت ما يجي ولا تخبزن عجينكم حتى اجي خلاص سمعا وطاعة فرجع جابر يدوب وصل البيت واذا بالطريق بقى ايه جيش ماشي هتجد التراب والغبار زوجة جابر لما شافت الموقف صعقت وبدأت بقى تزعع له تقول له بك وبك بك وبك انت فيك وفيك احنا متفقين على ايه جابر ودي برضو من معاملة الناس لازواجها الرجل يعمل زوجته باللطف مش كل حاجة شخط نطر طلاء قال لها والله ما قلت الا ما اتفقنا عليه انا ما قلتش الا اللي اتفقنا عليه وساررت النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نادى لأهل الخندق بيبرأ نفسه احنا عندنا ليه وانا برأ نفسي لها ليه هو انا هي ملحة هيش بتاكل وتشرب اه كأننا مربين معزة في البيت واخدين النساء دي كانهم غنم في البيوت انتش بتاكل وتشرب روح تلم بعيد ملكيش دعوة لا قال لها يا ستي والله اللي اتفقنا عليه عملته وبيبين لها ان احنا فعلا احترمت كلمتك وشعورك وذهبت الى النبي وساررته قلت له في السر وقلت له انت ونفر معك فأخرجت يقول فأخرجت له عجينا وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش اللي معاه عارفين كانوا كم واحد هنأجلها شوي قال له ودينا العجين بتاعك فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه ووضع في العجين وقال له روح هاتخبزة بقى مع امراتك خبزة خبزتين هيخبزوا اربع حفنة ده هم اربع ترغفة قال له روح هاتخبزة معاك فاستغرب قال له يا رسول الله يعني خبزة بقى زوجتي بتخبز قال له هاتخبزة مع امراتك فراح جاب خبزة وقعد العجين محتوط وياخدوا منه ويخبز العجين محتوط وياخدوا منه ويخبز ياخدوا ويخبز والعجين قاعد ببركتي النبي وببركتي ريقه وببركتي الاسلام وببركتي حب الخير للغير وببركتي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه في مرة أذن علي رمضان أو أذن علي نهار رمضان المغرب وأنا على محطة القطار رجل معاه إزازة مية معدنية فبقول له لو سمحت بس قليل من الماء فبصلي وقال لي استغرب إزازة النجسية أنني بطلب قليل من الماء قال لي ده مية معدنية مية معدنية هتشحط مية معدنية استغفر الله العظيم فقلت يعني الدنيا فيها نازل كده لسه الدنيا فيها نازل كده حتى في وقت الافطار وخلاص ومشي خد المية المعدنية ومشي فجابر زوجته عمالة خبز ووضع النبي من ريقه عليه الصلاة والسلام في القدر الذي فيه الشال عمالة غلي وقال له أكل بقى الناس فجلس يأكل الناس ويقدم لديه ويغرف من القدر وياخد من العجين اللي خبزوا واللي سووه ويقدم للناس وخده ويغرف من القدر يغرف لحم يغرف لحم يغرف بيقول بعد كده ايه ها قربنا نقول العدد هوت لأن ابو جابر لم يخبر به إلا هذه اللحظة قال وأصحاب النبي يوم إذ ألف ألف فأقسم بالله شوف دايما بنجد القسم أبو هريرة من شوية يقول إيه والذي بعثك بالحق يعني والله وهنا جابر يقول فأقسم بالله ليه بيعملوا كده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وقال لنا معهم من كان حالفا فليحلف بمين فليحلف بالله أو ليصبت أو يسكت إذن ما يجلسي لك أنك تحلف بحاجة تانية غير ربنا سبحانه وتعالى فجابر يقول فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا أي مالوا وخرجوا وإن برمتنا فاضل أدي يا جابر فاضل أدي يقول وإن برمتنا اللي القدر وإن برمتنا لتغط يعني تفور باللحم وإن عجيننا ليخبز كما هو الله أكبر هكذا أسس الدولة الإسلام هذه الدولة دولة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على هذا التكافل فكانت البركة فكانت البركة وكلما انتشر العدله هو ده العدل يعني راح أجيب قريبي وأسيب الناس اللي مطحونة هتموت من الجوع وعشان أطعم أقاربي يستو كلهم في الجوع يستو في الأكل فالنبي يسو بينهم في الأكل ليس في الجوع إنما في الأكل قال لهم تعالوا كلوا كلكم ولا هنقرب ده ولا هحط ده جنبي ولا أخدي في السر ولا أخدي وديه البيت الكلام ده كله ما ينفعش مع أهل الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف كان رحيما بالجياع كيف كان يتفقد أحوال هؤلاء الجياع عشان كده حفروا الخندق وعشان كده بلغوا الرسالة وعشان كده أسلمت الدنيا على أديهم مش ربنا اللي قال لهم كده قال للنبي حتى قبل ما يموت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تيهز للقاء ربك بالتسبيح والاستغفار ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لم يدخلوا في الدين إلا بهذا الكرم وبهذا الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال الجائعين في مرة قالوا بعض الأنصار كان عندهم نخل فبيشتكولوا يا رسول الله في غلام هنا من الحي كل يوم يجيب الطوب ويزقل في النخل إن فلان هذا يرمي نخلنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يسيبش المشكلة دي لازم يحل مشاكل الناس فاستدعى الغلام تعال وسأله ليه ما يترمي النخل ما تدروش ألمين بقى ليه ما يترمي النخل أنت بترمي النخل للناس ليه نتعلم هنتعلم من أخلاقه فقال يا رسول الله أكل جعان برمي النخل عشان أكل جعان أعمل ليه طيب النبي يسيب ويرمي نخل للناس لا طيب يسيبوا جعان لا طيب يعمل ايه شوف الحل الجميل عشان نعمل زيه قال له لا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها كل من اللي بيأع ده حقك حق الجائع إنما لا ترمي النخل لأن فيه إيذاء لشعور أصحاب المال النبي بيعلمنا يا ليتنا نتعلم منه والله هنعيش بخير ونمت بخير ونلقى الله على خير إذا تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إحنا بنسعد جدا لما نتكلم عن رسولنا وتكون السعادة أكثر لما نعمل وننتظر كده أن نلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخل وصل يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة